بعد أن تعرفنا على المعنى اللغوي لكلمة التربية نأتي إلى المعنى الاستلاحي لكلمة التربية لكن ما المقصود بداية بالاستلاح؟ الاستلاح في اللغة العربية يعني المواضع والاتفاق إذن فالمعنى الاستلاحي هو المعنى المتفق عليه بين الاختصاص يعني وفي مثال الحال نبحث عن التعريف المشهور للتربية بين التربويين الذين قدموا تعريفات إذن للتربية حين نحاول العثور عن تعريف أو عن معنى استلاحي واحد للتربية فإننا نصطدم بالاختلاف بين وجهات نظر التربويين لماذا؟ لأن التربية متطورة عبر التاريخ فهي إذن نامية فهي إذن مرتبطة بثقافة المجتمعات وثقافة المجتمعات تختلف من فترة تاريخية إلى فترة لذلك فالتربية بدونها تختلف في مفهوميها، في معناها، في طرقها، في أهدافها، في وسائلها ولذلك فإننا لدينا حول التربية وجهات نظر مختلفة ومع ذلك يقدم لنا الدكتور صالح أبو عراد في كتابه الأبجديات التربوية محاولة جمعها من تلك التعريفات المشهورة ليركب لنا تعريفا عاما يجيب لنا عن سؤال معنى الاستلاحي للتربية المحاولة التي قدمها الدكتور صالح أبو عراد هي التالية فهو يقول أن التربية اصطلاحا هي عملية تنمية وزيادة للوظائف الحيوية المختلفة عند الإنسان حتى تبلغ كمالها ورقيها وتمامها البشر الذي خلقت له في أي زمان ومكان عن طريق التدريب والتأديب والتفقيف والتعليم والتهديب والاستمرار والممارسة والتعود إلى آخره طيب فلنتوقف قليلا عند هذا التعريف لكي نحاول تفكيكه وفهم معنى إذن التربية هي عملية ما هي العملية؟ العملية هي الحدث الذي يمتد في الزمان والمكان إذن التربية من البداية هي حركة أو هي فعل أو هي مشروع يمتد في الزمان والمكان ما هو هدف هذا المشروع؟ هو التنمية وزيادة وهنا رأيناها في المعنى اللغوي التربية باعتبارها تنمية وزيادة إذن هي عملية تنمية وزيادة في ماذا؟ في الوظائف الحيوية المختلفة عند الإنسان بالمقصود بالحيوية المقصود بالحيوية هي أن تلك الأشياء التي لا تقوم حياة الإنسان دونها فهي إذن حيوية من الحياة فهي إذن ضرورية لكن الوظائف الحيوية التي نعرفها عند الحيوان مثلا هي وظائف التنفس هي وظائف الغذاء أو الحسل على الطعام هي وظائف النوم فهل هذا هو المقصود بأن التربية هي عملية تنمية وزيادة في الوظائف الحيوية؟ المختلفة عند الإنسان؟ لا ليس هذا هو المقصود لأن قال عند الإنسان لم يقل عند الإنسان والحيوان قال عند الإنسان إذن هي وظائف تميز الإنسان فما هي هذه الوظائف التي تميز الإنسان؟ في الواقع علماء النفس والتربية والإجتماع يحددون كثير من الوظائف ولكن أهم هذه الوظائف هي التالية الوظيفة الأولى هي وظيفة التفكير فهي وظيفة حيوية مميزة لمن؟ للإنسان الوظيفة الثانية التي هي وظيفة حيوية مميزة لدى الإنسان هي وظيفة اللغة أو وظيفة التعبير الوظيفة الثالثة والمميزة الحقيقة للإنسان هي وظيفة التواصل الاجتماعي إذن لدينا ثلاث وظائف أساسية مهمة تشكل مثلث هي وظيفة التفكير، التعبير، التواصل الاجتماعي وهي وظائف حيوية مميزة لمن؟ للإنسان إذن تقوم التربية بتنمية وزيادة وظائف التفكير والتعبير والتواصل الاجتماعي عند الإنسان حتى تبلغ كمالها هل يبلغ التفكير لدى الإنسان كماله؟ ربما من المستحيل أن نقول أنه يبلغ الكمال ولكن هناك بعض الناس الذين ينموا لديهم التفكير إلى درجة متقديمة فيصير مثلا علماء أو يصير مثلا حكما وبفضل ماذا؟ بفضل التربية بينما التعبير مثلا قد ينمو لدى بعض الأشخاص عن طريق التربية فيكتسبون قدرة هائلة في اللغة والتعبير حتى يصيروا مثلا خطباء حتى يصيروا مثلا بلغاء حتى يصيروا قادرين على الإمساك بهذه الموهبة موهبة اللغة التواصل الاجتماعي أيضا يمكن أن يبلغ مستوى متطور عبر التربية وينمو ويزيد لدى بعض الأشخاص فيصيروا مثلا في درجة القادة الاجتماعيين إذن حتى تبلغ هذه الوظائف كمالها ورقيها وتمامها البشري الذي خلقت له في أي زمان أو مكان ويذكرنا هذا المعنى بالتعريف الذي كان قدمه المفكر التربوي المشهور كانت الألماني كانت للتربية التي رابطها أساسا بعملية لعملية الكمال البشري طيب لكن ما هي الطرق التي يمكن أن تعتمدها التربية لتحقيق عملية التنمية والزيادة الدكتور صالح بن علي أبو عراد يقترح الطرق التالية وهي التدريب، التأديب، التفقيف، التعليم، التهذيب، الاستمرار، الممارسة، التعود إلى آخر فكل هذه هي إذن طرق تربوي إذن هكذا نكون قد قدمنا المعنى الاصطلاحي للتربية